اشتركوا في القناة السيدة جورجا ميلوني رئيسة الوزراء تتناول العلاقات الثنائية الوطيدة والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك الى جانب بحث التصعيد العسكري الاسرائيلي على قطاع غزة ودفع الجهود المفذولة تجاه مسار السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الاوسط وكان جلالة الملك المعظم قد التقى خلال زيارته للمملكة المتحدة الصديقة مع صاحب الجلالة الملك شارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا حيث وجرى استعراض علاقات الشراكة التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات كما اجرى جلالته مباحثات مع كبار المسؤولين في الحكومة البريطانية تناولت تطورات الاحداث في المنطقة والمستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية بما فيها الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة والعمل على وقف التصعيد العسكري وأولوية حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم وفتح ممرات أمنة تضمن وصول المساعدات الإنسانية الإغاثية والطبية إليهم بالإضافة إلى الجهود المفذولة لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي يرسخ الأمن والاستقرار الاقليمي